حدا منكم بيعرف لرأس نفرتيتي عامل ضج كبير على السوشال ميديا بمصر كلنا بنعرف أنه تمثال رأس نفرتيتي الشهير هو قيمة فنية وتاريخية كبيرة مش بس لمصر لكن للعالم اليوم مصر عم يطالب باستعادته مرة تانية بعد أكتر من مئة سنة عريضة إلكترونية داشتانها عالم الأثار المصري والوزير السابق زاهي حواز لحشد شعبي كبير عم يطالب بإعادة التمثال من مطحف برلين بألمانيا قال بأنه اللجنة هي لجنة وطنية غير حكومية قصة التمثال بترجع لسنة 1912 لما عثرت عليه بعثة ألمانية بتالي العمارني بمحافظة الميناء شحنته لبرلين بالعام التالي تالي العمارني مشاهدينها هي العاصمة اللي انتقل لها أخناتون زوج نفرتيتي من الأسرة الـ 18 واللي حكم مصر قبل 1335 عام قبل الميلاد تقريبا طيب بالرجوع اللي هي حملة حواز عم بتركز بشكل أساسي على استعادة ثلاث قطع هي رأس نفرتيتي حجر رشيد وبرج دندرة لا لا ما في أي تعليق من مسؤولين بألمانيا على هذه العريضة ولكن سأعرف تفاصيل أكثر من ضيفي من القاهرة الباحثة في التراث ومستشار وزير الثقافة الأسبق دكتور محمد مندور مرحبا بك يعني بخطوة جديدة لحشد الدعم المصري لاستعادة تمثال نفرتيتي أطلق دكتور زاهي حواز وثيقة إلكترونية عم بالطالب بإعادته لمصر خلينا نبدأ من الهدف الرئيسي من الوثيقة الإلكترونية اللي أطلق حواز بشأن تمثال نفرتيتي مساء الخير عليك وعلى السيدة المشاهدين طبعا مسألة المطالبة بعودة رأس نفرتيتي هي ليست القطعة الوحيدة لكن زي ما دكتور زاهي أطلق منذ أكثر من هو بدأ هذه الحملة منذ عام 2009 وطالب بعودة رأس نفرتيتي وحجر رشيد وقبة معبد دندرة وقيمة العالية لهذه القطعة وطبعا قطعة مهمة جدا وهي تمثال رأس نفرتيتي اللي بتتمتع بأهمية كبيرة فهو على موقعه الإلكتروني دشن وثيقة إلكترونية ويطالب الناس بشكل عام المصريين والأجانب أن يدخلوا ويوقعوا للمطالبة بعودة رأس نفرتيتي في شكل لمبدرة شعبية للمطالبة ألمانيا ومتحف برلين تحديدا بإعادة رأس نفرتيتي طبعا في تفاعل على السوشيال ميديا وتفاعل إعلامي كبير وأثري كبير مع هذه الوثيقة الإلكترونية التي أطلقها دكتور زاهي حواس وهي ليست المرة الأولى أن يثير فيها دكتور زاهي حواس هذه المسألة منذ أن كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للأثار في 2009 أطلق هذه الحملة ثم عاد في 2011 عندما كان وزيرا للثقافة وزيرا للأثار وأطلق أيضا مرة أخرى وطالب بعودة رأس نفرتيتي وهو يرى كما يرى معظم المصريين أن هذه الأثار يجب أن تأعود إلى مصر وتكون في المتحف المصري الكبير وهو أيقونة للمتاحف المصرية وهذه القطع هي تفضلي دكتور محمد اليوم بالحديث عن الجهود المستمرة لحماية التراث المصري وإعادة القطع الأثارية المهربة أو حتى المسروقة منها والتي توجد بالمتاحف الأجنبية لو تخبرنا أكثر عن رمزية تمثال نفرتيتي للحضارة المصرية القديمة تمثال نفرتيتي هي ملكة زوجة ملك مهم وهو إخناتون وإخناتون هو من الملوك فترتهم عمل التحول في الحضارة المصرية القديمة سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الفنية والأثرية يعني دائما الأعمال الفنية اللي بتعود إلى عصر إخناتون هي أعمال مميزة جدا من الرؤية المثالية والرؤية الواقعية يعني حتى لما بنجي ندرس تاريخ فن لمرحلة إخناتون أو لو كلمنا عن رأس نفرتيتي نفسه هتلاقي هو بيأمزج ما بين المثالية والواقعية في الفن المصري وده تحول في هذه الفترة طبعا الفترة دي أيضا شهدت في عصر إخناتون تحول الديانة وإخناتون يعني دعا إلى التوحيد وأيضا نفرتيتي نفسها كانت لها مساهمات بارزة يمكن إحنا من الجداريات بتاعة هذه الفترة بنرى قد إيه هي كان لها مساهمات في دور المرأة إزاي هي ظهرت إلى جوار إخناتون في التقوس والعبادة داخل المعبد إزاي حتى الرسومات الخاصة بنفرتيتي مع إخناتون مختلفة عن الفترات السابقة تمثال نفرتيتي له قيمة فنية عالية جدا في شكل التمثال الألوان اللي لما بنشوف تمثال نفرتيتي بنعتقد أنه كأنه صنع أمس يعني من كتر ما هذه الألوان سابتة إلى الآن 3400 سنة تاريخ هذا التمثال وما زالت ألوانه باقية تفاصيل التمثال بتؤكد براعة المثال المصري اللي عمل هذا التمثال ونحط هذا التمثال وبالتالي إحنا بنتكلم عن فترة مهمة نفرتيتي نفسها يعني من ضمن المراحل يعني نفرتيتي كانت الزوجة اللي عشقها إخناتون حكمت بعد إخناتون ووفاته وفي نظرية بتقول أن هي نفسها سمينخ كارع اللي بعد وفات إخناتون حكمت فترة وغيرت اسمها إلى اسم رجل وحكمت باسم سمينخ كارع وهذه النظرية ما زال في حفائر وأعمال أثرية بتجري للكشف مزيد من المعلومات عن الفترة التاريخية التي تتعلق بإخناتون ونفرتيتي من بعد دكتور محمد اليوم برأيك أدي تأثير الجماهيري والشعب والضغط لإعادة الأثار المصرية اللي خرجت ممكن يعطي نتيجة إيجابية شوفي هو أولا قبل التأثير الشعبي هو إحنا كلنا كشعوب نتمنى أن كل أثرنا في الخارج أنها ترجع لمتاحفنا أحيانا بنرى أنها ترجع لمتاحفنا لأن إحنا الأقدر بيها ولا أن تظل هذه الأعمال موجودة في المتاحف الأوروبية والعالمية كسفير لمصر في الخارج وكدعاية وترويج لمصر في هذه المتاحف لكن هذه الضغوط الشعبية سواء كانت من نتائجها إعادة هذه الأثار مرة أخرى لمصر أو حتى إن بقيت هذه الأثار في الخارج ولكنها هي في حد ذاتها بتحقق مكاسب لأنها بتضغط على إدارة هذه المتاحف للتفكير وأنا دايماً بقول المتاحف الأوروبية اللي عندك أثار مصرية أو عندك أثار من دول أخرى يجب أن تجلس وتفكر كيف تفيد هذه الدول اللي حضرتك بتستفيد من حضرتها في المتاحف بتاعتك يعني أنت عندك أثار مصرية عندك أثار من العراق عندك أثار من أي دولة فكر كيف كما أنت تستفيد مادياً وترويجياً للسياحة بتاعتك في برلين أو في أي دولة من الدول شوف إزاي تفيد هذه الدول وهذه ليست المرة الأولى أن الأثاريين يدعوا لمؤتمر عالمي يحضروا ممثلين من اليونسكو ممثلين من المتاحف العالمية ويفكروا يدعوا نظام لهذا التعاون إزاي تفيد الشعوب اللي حضرتك أخذت أثار منها معظم البلدان في فترات الاستعمار خرج منها كثير من الآثار مصر في فترة الاستعمار يعني هذا التمثال خرج في فترة الاستعمار شكراً جزيلاً لك أعذرني دكتور محمد ولكن لديق الوقت كنت معنا من القاهرة الباحثة في التراث ومستشار وزير الثقافة الأسبق دكتور محمد مندور أشكرك شكراً جزيلاً